ابناء طلبة وطلبات الصف الاول السنوي اهلا بكم النهاردة ان شاء الله معادنا مع حلقة جديدة بازن الله ان شاء الله هنبدأ فيها البابي التالت بس قبل ما نبدأ اخد بالك عندنا اولاد طبعا انا بتابع كل التعليقات بتاعتكم وكل الاسئلة بتاعتكم واحنا بنحاول قدر امكان نجمع الاسئلة وان شاء الله نديلك الحلول اللي هي تساعدك على التفكير بازن الله ان شاء الله طبعا امتحان حضرتك قرب جدا ان شاء الله بازن الله البابي التالت هتبقى فيه معلومات كيمية كتير بس بإذن الله إن شاء الله هو المعلومات بتاعته مضغوطة شوية أو معظمها مرة على حارتك فالتركيز برضو هيبقى على الأسئلة فاخد بالك أنا قدر الإمكان ما بيهمنيش قوي استعراض كل المكونات قد ما بيهمني عندنا أولاد الاعتماد بعد ربنا سعى تعالى على تفاصيل الأسئلة وتفاصيل طريقة التفكير اللي حركة تتعرض لها تاني يعني أنا مهم جدا أتعلم إزاي أفكر لأن المعلومة هتبقى متاحة قدامي كتير جدا من حضراتكم بيسأل لأنه متشكك هل امتحان هيبقى الكتاب المفتوح موجود مع حراك ولا لأ الكتاب إن شاء الله موجود مع عسياتك المهم تستخدم المعلومة عشان تقدر تفكر وتوصل للأسئلة أو توصل للإجابات النموذجية قدر الإمكان على بركة الله كدك هل لنا نبدأ الباب الثالث الباب الثالث عندنا أولاد بيناقش أنواع المحليل طيب مبدئيا عشان أعرف الفرق الأول ما بين كلمة محلول وكلمة تفاعل بصوا لي كده لو سمحت لو أنا بعمل تفاعل مثلا ما بين الهايدروجين والكولورين عشان أطلع عندنا أولاد HCL ده بنسميه تفاعل طيب يعني يهي تفاعل كلمة تفاعل يعني أنا بتصر روابط المواد المتفاعلة وارجع أكون روابط جديدة في المواد الناتجة تاني يعني لازم عندنا عشان أعمل تفاعل لازم أعمل كسر وبعدين أعمل تكوين ده معنى كلمة تفاعل كمان مرة يبقى كسر في روابط المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في المواد الناتجة طب مستر حضرتك إيه علاقة ده باللي أنت هتبدأ فيه قولك عندنا أولاد معنى كلمة محلول بنقول عليه mix يعني mix يعني خلط يعني خلط يعني لو أنا حطيت مثلا حديد على ميكل ده بنسميه مخلوط خلط أي مكونات على بعض من غير كسر روابط بنسميها عندنا محلول كما مرة في كتير مننا جدا أو بيفهم بالخطأ أن كلمة محلول يعني حاجات سائلة لا خالص كلمة محلول يعني مخلوط مخلوط يعني بحط كذا مكون على بعض مش مهم المكونات دي حالتها الفيزيائي إيه صلبة أو سائلة أو غازية ولكن ما بكسرش الروابط مجرد ما بكسر روابط المواد المتفاعلة أي أن كانت بقى رابطة تساهمية أو رابطة أيونية مجرد ما بعمل تكسير للروابط إذن أنا دخلت في تصنيفة تانية خالص اللي هي التفاعلات الكيميائية ولكن لما بحط المكونات على بعض اتنين أو أكتر من غير مكسر الروابط بيطلق عليه خلط أو محلول طيب خلينا نقول كده عندنا أولاد أي مكونات أي محلول أي محلول في الدنيا خلينا نتكلم على مكونين أساسيين وخليني كده أبدأ مع حركة مثلا لو أنا عندي خليط من كلوريد الصوديوم اللي هو الحالة بتاعته صلبة مع المية اللي الحالة بتاعتها سائلة أنا هنا هنا عندنا أولاد لا يعنيني الحالة الطبعية طيب خليني أدي لك أرقام كده نستنتج منها حاجة مهمة جدا لو هدي لك عندنا كلوريد الصوديوم الكتلة بتاعته مثلا خمسة جرام وهدي لك المية الكتلة بتاعتها مثلا عندنا أولاد مية جرام مبدئيا أنا كده بعمل خلط طب الخلط دوما بيطلق عليه محلول طب المحلول اللي أنا كاتبه مكون من حكتين فيه كمية أقل اللي هي الخمسة جرام من كلوريد الصوديوم وكمية أكتر اللي هي الميت جرام من المية الكمية الأقل بيطلق عليها عندنا أولاد مزاب والكمية الأكبر بيطلق عليها مزيب تاني يبقى المحلول بيتكون من حكتين حاجة اسمها مزاب وحاجة اسمها مزيب طيب المزاب هو الكمية الأقل والمزيب هو الكمية الأكتر تاني يا أولاد يعني ممكن المزاب بيبقى مزيب أو العكس أقول لك ممكن على حسب الكميات طب هل الحالة الفيزيئية مؤسرة أقولك لأ طب نضرب مثال كمان عندنا أولاد لو بتكلم كده على مكونات الهواء إيه مكونات الهواء طب المستر مكونات الهواء الجوي هي عبارة عن نايتروجين غاز النايتروجين بنسبة 78% دي النسبة اللي موجودة عندنا واللي كلنا عارفينها غاز الأكسوجين والنسبة بتاعته 21% ومكونات تانية مثلا ولتكن كربون دايكسايد النسبة بتاعتها أو سانيكسيل كربون النسبة بتاعته أقل أعتقد بقى تصلاحولي لو أنا بكتب حاجة مش سليمة 0.03% طيب يعني أنا عندي كذا مكون هو ده هنسميه تفاعل ولا محلول طب المستر ازاي محلول ده كلهم حالتهم حالة غازية أقول لك إحنا اتفقنا مبدئيا أنا عندي المحليل لا تعني إن هي دايما حالة سائلة أو حالة صلبة أو حالة سائلة أو حالة غازية المهمة عندنا أولاد هل حدث تفاعل ولا حصل خلط طيب نستر لا ده ده حصل خلط مكونات الإير أو مكونات الهواء الجوي هي مخليط مخليط من غاز النيتروجين والأكسوجين وسانيكسيل الكربون طب يعني ده هسميه محلول أو لك هسميه محلول طب فين المزاب وفين المزيب طيب نستر خلاص بقى احنا تعلمنا المزاب هو الكميات الأقل يعني الأكسوجين وسانيكسيل الكربون هي الحاجات المزابة طب والمزيب هو النيتروجين لأنه هو النسبة الأكبر اللي موجودة عندنا أيا كانت بقى الحالة الطبيعية بتاعته هل حالة سائلة أو حالة غازية أو حالة صلبة أو أيا كان كما مرة كده عندنا أولاد إذن أنا دلوقتي عندنا وصلني معنى كلمة محلول والفرق ما بينه وما بين التفاعل الكيميائي معنى كلمة محلول هي خلط خلط ما بين مكونين أو أكتر واحد النسبة بتاعته أقل وواحد التاني النسبة بتاعته أعلى دون النظر الحالة الفيزيئية اللي النسبة أقل بنسميه مزاب والنسبة الأكبر بنسميه مزيب هنا لا يعنيني إذا كان عندنا المزاب حالته صلبة أو حالته سائلة أو حالته غازية كل الكلام ده يا مستر ملوش أهمية بالنسبة لك سيادتك بتتكلم على نسب طب مثال كمان عندنا أولاد لو أنا بتتكلم على الدهب مثلا أنا عندي دهب 24 يعني دهب 24 تلقى آه يعني يا مستر ده 100% دهب طيب هو لو أنا بتتكلم حضرتك على دهب 21 بنسميها سبيكة للدهب أو مخلوط للدهب إيه الدهب الـ 21 ده أولاد تقول إيه ده الدهب الـ 21 ده هو عبارة عن دهب مخلوط معاه نحاس بنسبة الثلاثة لازم المحصلة الرقمية للمخليط دي لو أنا بتتكلم على الدهب توصلك لكام يا أولاد الـ 24 طيب أنا عندي هنا خليط من الدهب والنحاس أنا بأكد تاني على المعلومة خليط يعني ما حصلش تفاعل آه يعني معنى كده ده هنسميه محلول الله يعني يا مستر رغم أن الحالة الفيزيئية بتاعة الدهب وبتاعة النحاس صلبة ولكن يطلق عليه محلول ليه محلول؟ لأنه خليط أي خلط لأي مكونات مع بعض بيطلق عليها محليل طيب فين المزاب وفين المزيب؟ طيب نستر حراك والله المزاب هو الكمية الأقل اللي هو النحاس والمزيب هو الكمية الأكبر اللي هو الدهب آه يبقى أنا عندي هنا أولاد لا يعنين الحالة الطبعية أو الحالة الفيزيئية زي ما قلت لك لو سألت والدك كده على مية بتتحط على الرادياتير بنحط طبعا في الرادياتير مية عشان نعمل عملية تبريد المية الحالة الطبعية بتاعتها حالة سائلة طب أنا مثلا هنحط 500 ملي من المية جوا الرادياتيري مثلا وهخلط المية دي بحاجة اسمها إيثيلين جيلايكل إيثيلين جيلايكل دي ده سائل بيمنع تجمد المية طب يا مستر أنا مهم اسمه أقولك للعلم بالشيء يعني كده إن شاء الله لما يبقى عندك عربية بإذن الله إن شاء الله قريب بإذن الله تقبع عارف إنه بيتحط عندنا على المية بتاعتها دياتير حاجة اسمها إيثيلين جيلايكل وهو برضو حالته سائلة بس هنحط منه كمية قليلة مثلا نحط منه 100 ملي إيه اللي هيحصل تقول ليه مستر هيحصل خلط طب خلط ما بين مين ومين ما بين المية والإيثيلين جيلايكل طب الخلط ده ونهنسميه تفاعل ولا محلول قول ليه مستر حراك هيطلق عليه محلول طيب ليه سميناه محلول لأن أنا ما عملتش كسر روابط المواد المتفاعلة وما كونتش روابط جديدة أنا فقط بعمل ميكس أو بعمل خلط للمكونات طب يا مستر حارتك مين المزاب ومين المزيب أقول لك المزاب هو الإيثيلين جيلايكل طب ليه المزاب هو الإيثيلين جيلايكل طب ليه عشان النسبة بتاعته أقل طب والمزيب هو المية عشان النسبة بتاعتها مين أولاد أكتر آه يبا أنا عندي الأساسيات بقى اللي احنا قلناها دلوقتي عندنا أولاد خد بالك وأنا بتكلم عندنا على المحلول لازم أميز ما بينه وما بين التفاعل التفاعل بكسر في روابط وأكون روابط جديدة بالنسبة للمحليل أنا مجرد بعمل خلط للمكونات من غير مكسر أو أكون روابط ووصلني برضه عندنا أولاد دلوقتي أن النسبة الأعلى يطلق عليها مزيب أيا كانت الحالة الطبعية بتاعتها والنسبة الأقل يطلق عليها مزاب أيا كانت الحالة الطبعية بتاعتها حاجة كمان المحليل قد تكون سائلة أو غازية أو صلبة وانا ممكن أصنف المحليل أولاك هنتكلم دلوقتي على تصنيفات المحليل ولكن النقطة الأساسية التي تهمني لأن دي بيجي لها أو بيجي لك عليها سئلة كثيرة جدا إن شاء الله في الجزئة دي هدي لك عندنا شوية نسب مكونات ولك نسب المكونات دي تم خلطها إذن أنا وصلني أن هي يطلق عليها محليل حدد لي مين المزاب ومين المزيب لا سمحت ما تعتمدش على الحالة الفيزيئية أو الحالة الطبعية اعتمد فقط على النسب لأننا ندهي لك يبقى أنا كده ده المدخل بتاعنا اللي هو التمييز أو الفرق الأساسي لازم تبقى أنت مميز جوه عقلك أو جوه ذهنك لازم تبقى مميز ما بين معنى كلمة تفاعل ومعنى كلمة محليل طيب خلينا كده عندنا برضو أولاد ناخد معلومة مهمة كتير منكم بيسأل عليها وأنا كنت دايما بأجل المعلومة دي للوقت المناسب اللي هو الجزء بتاع الباب الثالث اللي هنبدأ فيه اللي هي الروابط عندنا أولاد إيه أنواع الروابط الأساسية بتاعتنا أنواع الروابط فيه عندنا رابطة أيونية وفيه عندنا رابطة تساهمية طب إيه الرابطة الأيونية دي الرابطة الأيونية دي عندنا أولاد هي بتتم دايما ما بين فلز ولا فلز طب تمام يا مستر وأنا هعرف منين قولك لو رجعت للباب الأولاني في أول حاجة أو في بداية الباب الثاني أنا كنت اديتك عندنا أولاد عناصر واعداد التأكسد بتاعتها اي حد انا مندهولك لو عدد التأكسد موجب خد بالك ما عدد الهايبرجين والن ايتشو فور دي هنسميها فلزات يعني ايه يعني اي حد انا كنت كاتب لحرات مثلا ليثيام وكاتب لسياتك سوديام وكاتب لحراتك بوتاسيوم وسيلفر وكنت كاتب عندنا ولد ان الحاجات دي اعداد التأكسد بتاعتها بموجب واحد اي حاجة عدد تأكسدها بالموجب موجب واحد او موجب اثنين او ايا كان هنقول عليه فلز ما عدد الهايبرجين والامونيوم دي المعلومة الاولية بالنسبة لك وطالما المركب مكون من فلز يبقى اكيد هيرتبط عندنا مع لا فلز او مع مجموعة زرية ايبا انا لو سمحت عايز اميز لو انا كتبت لك مركب تعرف ان هو مركب ايوني لو لقيت احد مكوناته فلز زي مين تقولي مثلا انا عندنا اولاد زي كل ريد الصوديوم من غير ما افكر ده فلز انا مش ههتم بقى مين اللي مرتبط معاه مليون في المية اللي بيرتبط مع الفلز هو لا فلز او مجموعة زرية وطالما المركب بتاعنا احد مكوناته فلز يبقى انا متطمن الرابطة بتاعته رابطة مين يا اولاد ايونية تاني لو انا كتبت الحراك مثلا كي ان اثري المركب ده مركب ايوني ايه السبب ان هو مركب ايوني احد مكوناته فلز اللي هو البوتاسيوم عرفت منين لان عدد التأكسود بتاعته موجب او عدد التأكسود بتاعه موجب اذا اي مركب يحتوي في مكوناته او يبدأ بمكوناته بفلز والفلز ده وانا عندنا هو اي رمز انا مدهولك عندنا في بداية الحلقة الباب التاني كنت مدي لك عندنا العناصر بعد التأكسودها اي حد انا مدهولك عدد التأكسود موجب مع عدد الهايدروجين والامونيوم هو فلز خلاص بقى مستر يبقى لو هكتب لك مركب مثلا وليكن سي يو اس و او فور تقول لي مستر مبدئيا الكبر ده او النحاس ده فلز اذا المركب ده مركب ايوني لو هتدي لك مثلا عندنا فلز يبقى المركب ده مركب ايوني اي مركب بقى يبدأ بفلز والفلز عندنا هو اي عنصر عنده عدد تأكسود موجب مع عدد الهايدروجين والامونيوم خلاص يا مستر يبقى انا بنائش هنا مركب نوع الرابطة بتاعته رابطة ايونية طب دي مهمة اللي انا عرف نوع الرابطة طبعا ويمكن حركة تنقشها ان شاء الله في الباب التاني او في الباب التالت في السنة الجاي بإذن الله ان شاء الله هتتكلم على انواع رابط بالتفاصيل طبعا انت سمعت على رابط كتيرة جدا اهمها بالنسبة لنا الايونية والتساهمية طبعا في عندك هايدوجينية وهتدرس رابط تناسقية وفلزية انواع كتيرة من الرابط ولكن اللي يهمك هي ناس نادي بإذن الله ان شاء الله تلات اواع من الرابط اللي هي الرابطة الايونية اعتقد كان دايما عندك ازمة اللي انت تعرف المركب ده مركب ايوني ولا مش ايوني بفضل اللي عند ربنا شوعة تعالى اذا حركت تتبعت التعليمات اللي انا قلتها لك هتبقى بمجرد النظر ان شاء الله هتقدر تحدد اذا كان المركب ده مركب ايوني ولا لا طب نيجي هنا عندنا ولاد للرابطة التساهمية الرابطة التساهمية عندنا ولاد هي عبارة عن رابطة مبين لا فلزيت طبعا انا عندي بعض الحالات الخاصة اللي هي رابطة تساهمية بتتم مبين فلز ولا فلز ولكن دي حالة ممكن نعرفها كده لوحدها طب رابطة تساهمية بتتم مبين لا فلزيت طيب حراك عندك احتمالين ممكن تتم رابطة تساهمية ما بين لافل الزين متماسلين زي الهايدروجين مع الهايدروجين أو زي الكولورين مع الكولورين أو تتم رابطة تساهمية ما بين لافل الزيت مختلفة ايه لافل الزيت مختلفة دي اقولك مثلا الهايدروجين مع السيل دي لافل الزيت مختلفة طيب كلمة السر في الرابطة التساهمية إن هي فيها مشاركة يعني مشاركة يعني كل عمصر بيشارك بعدد من الإلكترونات أه يعني مثلا عندنا الهايدروجين عنده إلكترون والهايدروجين عنده إلكترون فبيحصل عندنا مشاركة ما بين الـ H والـ H كل واحد بيشارك بإلكترون طيب بس اخد بالك وأنا بعمل رابطة تساهمية كلمة المشاركة دي عملية معقدة جدا أصلا المشاركة نفسها أو اللي إنت تعمل شركة أو تعمل تساهم دي عملية صعبة شوية ليه صعبة؟ قول لك عندنا مستر لما بيحصل مشاركة مبين زرتين عشان تكون رابطة تساهمية كل زرة عندها صفة جواها اسمها السليبية الكهربية السليبية الكهربية دي السليبية الكهربية دي عندنا أولاد هي قدرة الزرة على جذب إلكترونات الرابطة يعني كل زرة في الاتنين بيبع عندها رغبة أن تستحوز على إلكترونات الرابطة تاني كل زرة عندها رغبة ان هي تستحوز على الكترونات الربطة في حالة الارتباط ما بين ال H وال H او ال CL وال CL اللي هي لا في لذات متمثلة هي متمثلة كمان في قيمة السليبية الكهربية يعني ال H دوما بيشد الكترونات الربطة بقوة وال H التاني بيشد الكترونات الربطة بنفس القوة فبالتالي الرابطة التساهمية هنا ما بيطلعش عليها شحنات يعني شحنات هي في رابطة تساهمية بيطلع عليها شحنات اقولك اه امت لو حصل ارتباط ما بين لافل الزين مختلفين تاني يبقى اي رابطة تساهمية بيتم ما بين لافل الزين متمثلة ما بيطلع لها الشحنات ما فيش شحنات بتظهر على مكونات الرابطة طب لو حصل ارتباط ما بين لافل الزين مختلفين كما في حالة الـ H و C L فلا خد بالك الكولورين عنده حاجة اسمها سالبية كهربية كبيرة عنده قيمة سالبية كهربية كبيرة بنسبة للهايدروجين السالبية الكهربية بتاعته اقل طب يعني هيحصل يا مستر تقول يعني الكولور هيشد الكترونات الرابطة بتاعته او الكترونات الرابطة ناحيته اكتر فبيطلع عليه شحنة سالبة ليه يا مستر لانه بيمتلك سالبية كهربية كبيرة وكلمة السالبية الكهربية هي قدرة الزرع على جذب الكترونات الرابطة طب الكولور السالبية الكهربية بتاعته اكبر من الهايدروجين فالكلور بيشد إلكترونات الرابطة خد بالك أنا أقول إيه؟ بيشد إلكترونات الرابطة مش بيكتسب إلكترونات الرابطة يعني إيه؟ لو أنا همثل لك كده برسمة أدي مثلا الهايدوجين ودي عندنا الكلور الكلور والهايدوجين عاملين مع بعض رابطة تساهمية ده الكلور السلبية الكهربية بتاعته كبيرة فبيشد الإلكترونات ناحيته فالإلكترونات بتقعد عند الكلور فترة أطول فبكتب سالب بارشل ايه العلامة دي يا مستر كلمة بارشل دي او العلامة دي يعني لفترة يعني الكلور بيستحوز على الكترونية الربطة لفترة اطول طب هو حضرتك هنا مفيش بارشل ولا الكلام دي اقولك لا طب في الرابطة الايونية مثلا لو انا كتبتلك ن اي سي ال اقولك دي موجة بكملة ودي سالب كاملة ايه الفرق اقولك هنا عندنا ولاد في الرابطة الايونية في فقد واكتساب في رابطة التساهمية في مشاركة قواعد المشاركة حتى ما بين الاشخاص حاجات معقدة جدا فعشان كده بقول له حضرتك خد بالك وانت بتتكلم عن رابطة التساهمية التفسير بتاعها حدي لك اقصد حاجة ان شاء الله ان انا عندي العمصر اللي عنده سالبية كهربية كبيرة بيستحوز على الالكترونية لفترة اطول فبكتب عليه بارشل نيجيتف طب بالنسبة لله اللي عنده سالبية كهربية اقل استحوازه على الالكترونية يعني فترة اقل فهكتب بوستف بارشل يعني يا مستر يعني الالكترونية هتتحرك عند الكلور فترة طويلة وتتحرك عند الهايدوجين فترة اقل دي قصة البرشل نيجيتف والبرشل بوستف طب انا بقولك الكلام ده ليه مستر انا بقولك الكلام ده عشان تبقى انت عارف ان فيه بعض المركبات التساهمية بيطلع عليها شحنات طب امتى تطلع شحنا على رابطة التساهمية لو حصل ارتباط ما بين عنصرين لافلزين مختلفين طب طالما هم مختلفين يبقى مختلفين في قدراتهم على جذب الالكترونية الرابطة العنصر اللافلز اللي عنده سليبية كهربية اعلى طبعا فيه ارقام لقيم السليبية مش هشغل نفسي بيها اوي لكن انا وانا بديلك المعلومة هقولك خد بالك ده عنده سليبية كهربية اعلى او ده عنده سليبية كهربية اقل سليبية كهربية اعلى يبقى هيستحوج على الالكترونات لفترة اطول سليبية كهربية اقل هيستحوج على الالكترونات لفترة اقل نضرب مثالنا كده عندنا لادو ده مثال مهم جدا جدا لحضرتك اللي هو جزء المية جزء المية ايه مكوناته طبعا نعارف ان المية الرمز الكيميائي بتاعها H2O مبدئيا ايه نوع الرابطة طول مستر وانا متطمن دي رابطة تساهمية طب تساهمية ليه طولي حركة مستر ما هي تمت مبين لا فيلزات طالما المركب بتاعي ما فيهوش فيلز او ما فيش احد مكوناته فيلز اذا هي رابطة تساهمية طيب ممكن ارسمه لك ادي الO عاملة رابطة تساهمية مع الH وعملة رابطة تساهمية مع الH هتعرف حالا انا ليه برسمه بالشكلة طب هدي لك معلومة اقول لك خد بالك الاكسوجين عنده سليبية كهربية اكبر من الهايدوجين دولي طب جميل جدا يعني معنى كده ان الاكسوجين هيستحوج على الالكترونات الربطة فترة اطول يعني هيشد الالكترونات ناحيته لفترة اطول فهيطلع عليه بروفو سالب ما تنساش بارشل طب ليه بارشل اه هو مش هيكتسب الالكترونات هو فقط هيستحوز على الالكترونات فقط هيستحوز على الالكترونات زي ما بالضبط كده يكون فيه مشاركة ما بين شخصين عاملين مع بعض شركة بس فيه واحد شخصيته اقوى شوي او قدراته اعلى شوي في الحالة دي هو هيستحوز على القرارات في الشركة اكتر من الشخص الاضعف وهكذا فعشان كده بقولك شروط المشاركة عملية صعبة جدا جدا المشاركة لازم لها شروط وشروطها عشان نقدر نطلع مشاركة متكافأة دي عملية صعبة شوي العناصر بتقول لنا يعني العناصر بتقول لنا وتدينا المعلومة دي اللي هو ايه عندنا ولاد العناصر بتقول لنا اقولك الاكسوجين عنده سليبية كهربية اعلى من الهايدوجين فبيستحوز على الكترونات الرابطة فترة اطول فبتطلع عليه سالب بارشل كمل بقى الجملة يبقى اله عليها بوستف بارشل ودي بوستف بارشل لفترة يعني طب تمام يبقى انا كده عرفت قصة النيجيتف بارشل والبوستف بارشل اللي موجودة عندنا في جزء الماء طب ايه رأيك بالنسبة عندنا لله الشحنة اللي موجودة عليه ايه بوستف بارشل او بوستف وهنا برضه عندنا بوستف طب هل ممكن البوستف والبوستف دول او الموجب والموجب دول يقربوا من بعض طب اللي حركة مستر مهلا وقربوا من بعض هيحصل ما بينهم تنافر طب يعني لازم ترسم للمية في ما بين الروابط بتاعتها زاوية معينة يعني دول عندنا ولاد اله واله دول تقاربهم من بعض اكتر من كده او عدم موجود زاوية فرقة ما بين اله الموجب واله الموجب هيخلي فيه تنافر فتلاقي عندك معلومة قيمة جدا موجودة في الكتاب بتقولك ايه بتقولك ان الزواية ما بين الروابط في جزئات المية الرقم ده ويمكن حركة تسمع عنه السنة الجاية ان شاء الله اللي هو مية وخمسة ايه قيمة الزاوية دي او ايه فايدة الزاوية دي طبعا ربنا شاء الله تعالى خلق كل حاجة بقدر المية او المخلوقات كلها ربنا شاء الله تعالى بيديها الطريقة اللي تقدر او الاداء اللي تقدر تكمل بيها هنا عندنا ولاد لو حصل ان ايونات الاتش قربت من بعض اكتر من كده هيحصل ما بينهم تنافر والتنافر معناها عدم استقرار طب وجود الزاوية او موجود الزاوية دي بفعل ربنا شاء الله تعالى اللي هي الزاوية ما بين ايونات الهايدوجين او ما بين الروابط في جزئات المية بالقيمة دي او القيمة اللي موجودة عندك في الكتاب اللي هي 104 ونص ده بيقلل التنافر طب يعني بيقلل التنافر او لك يعني بيزود الاستقرار فبيخلي جزئ المية ده مستقر الله يعني لو التنافر زاد درجة الاستقرار ما لها مستر حتقل يبقى تقليل التنافر بسبب وجود الزاوية يعني كل مركب له زاوية ما بين الروابط على سبيل المثال عندنا اولاد حضرك هتدرس مثلا السنة الجاية ان شاء الله مركب اللي هو الميثين او الغاز الطبيعي كل مركب فيه ما بين الروابط بتاعته زوايا معينة وجود الزوايا ما بين الروابط ده بيقلل التنافر ويزود درجة الاستقرار يبا احنا دلوقتي عندنا مستر اتكلمنا في شوية نقاط لو سمحت تابعهم معايا كده معنى كلمة محلول اه معنى كلمة محلول هي خلط ما بين مزاب ومزيب طب مين المزاب؟ تقول المزاب هو الكمية الاقل اللي موجودة عندنا في المحلول طب مين المزيب؟ المزيب هو الكمية الاعلى اللي موجودة في المحلول ايه كمان؟ اتكلمنا برضو عندنا اولاد على انواع الروابط اتكلمنا على الرابطة الايونية امتى تعرف اذا كانت رابطة ايونية او غير ايونية اذا كان احد مكونات المركب اللي عندك فلز طب هعرف منين إذا كان فيلز ولا لأ تقول لي حركة مستر أنت قلت لنا أي عنصر عنده عدد تأكسد موجة مع عدد الـ H والأمونيوم هو فيلز طب إم تتبع رابطة تساهمية إذا تمت ما بين لافل الزات طب كلمة السر في رابطة تساهمية هي مشاركة هي مشاركة ما بين من ومين ما بين اللافل الزات قد تكون لافل الزات متمثلة أو لافل الزات مختلفة طب لو لافل الزات مختلفة يبقى كل عنصر عنده سليبية كهربية معينة يعني كل عنصر عنده قدرة على الاستحواز على إلكترونيات الربطة بفترة زمنية معينة العنصر اللي عنده سليبية كهربية أعلى هيطلع عليه سالب جزئي أو سالب بارشل عشان عنده قدرات أعلى في الاستحواز على إلكترونيات الربطة طب خلينا نخش بقى عندنا أولاد على تصنيف المحلول أنا عندي أكتر من طريقة بصنف بيئة المحلول أول طريقة عندنا أولاد بصنف المحلول على أساس الحالة الطبيعية للمزيب يعني يا مستر الحالة الطبعية للمزيب قولك الحالة الطبعية أنا عندي قد تكون الحالة الطبعية سائلة أو قد تكون الحالة الطبعية صلبة ما هذه الحالات الطبعية اللي عندي أو قد تكون الحالة الطبعية غاز طب تمام في عندنا محليل بصنفها محليل سائلة أو محليل صلبة أو محليل غازية طبعا إحنا بقى عدينا القصة دي يعني هي عندنا القصة دي تقول له ركا مستر كان عندنا أو كان عند بعض مننا مفهوم خاطئ أن كلمة محلول يعني لازم يكون سائل لا كلمة محلول هو خليط من المزاب والمزيب طب لو كان المزيب الحالة الطبيعية بتاعته سائلة حسمي المحلول ده محلول سائل طب لو كان المزيب الحالة بتاعته حالة صلبة حسمي المحلول ده عندنا مستر محلول صلب طب لو كان المزيب الحالة بتاعته حالة غازية هسمي المحلول ده محلول غازي أنا مش هدي لك كل الأمثلة هدي لك بس مثال كده على السريع ممكن كده عندنا أولاد أحط نيسيل في الميا الميا عندنا هي المذيب طب أنت عرفت منين أقول لك يا سيد أنا هحط لك كمية ميا كبيرة وحط لك كمية كل ريد الصوديوم قليل طب الميا هنا عندنا الحالة بتاعتها حالة سائلة طيب وكل ريد الصوديوم عندنا الحالة بتاعته حالة صلبة فده محلول بنصنفه وفقا للمذيب بسميه محلول سائل طب تكون ازاي بدوب عندنا المادة الصلبة اللي هي كل ريد الصوديوم في المذيب اللي هو المادة السائلة اللي هو الميا طب ممكن حاجة كمان أقول لك ممكن ممكن المثال بتاع الإيثيلين جولايكل أو في حاجة اسمها إيثانول اللي هو الكحول الإيثيلي ممكن أحط الكحول الإيثيلي ده في الميا طيب ونحاطة الميا هي الكمية الأكبر طب الميا هي الكمية الأكبر يبقى أنا متطمن الميا هي مين يا أولاد هي المذيب طب والكمية الأقل اللي هي الكحول الإسيل هنقول عليها هي إيه هي المزاب طب الكحول الإسيل الحالة الطبعية بتاعته حالة سائلة يبال المحلول ده يسمى محلول سائل ولكن مكون من مزاب مادة سائلة ومزيب مادة سائلة إيه كمان عندك مثلا سنكشي الكربون في الميا سنكشي الكربون عندنا ده الحالة الطبعية بتاعته حالة غازية والميا طبعا كلنا عارفين حالة سائلة يبقى أنا عندي يا مستر ممكن أصنف المحلول محلول وفقا للمزيب محلول سائل طيب وأنا بكونه ممكن أدوب ماء مادة صلبة في مادة سائلة أو مادة سائلة في مادة سائلة أو مادة غزية في مادة سائلة خد بالك ما ينفعش نقفز على المعلومة يعني خد بالك دلوقتي عندنا يا مستر المزيب هو الكمية الأكبر والمزاد هو الكمية الأقل طيب أيا كان بقى عندنا المزيب طالما الحالة بتاعته حالة سائلة يبقى المحلول عندنا هيصنف محلول سائل طب هتدي لك مثال كده للمواد او للمحليل الصلبة انا بالفعل كتبت عندنا مستر سبيكة الدهب والنحاس او سبيكة الحديد مع النيكل ايه سبيكة دي تقولي سبيكة دي هي عبارة عن خليط من عدة عناصر طب يا مستر خليط طب مدام قلت الحرارة خليط يعني انا بتكلم على محلول طب المادة اللي نسبتها اكبر مثلا هي الدهب والنسبة اقل هي النحاس طب تمام حراج لقتي عندنا مستر اللي نسبة اعلى يطلق عليها مذيب والنسبة اقل يطلق عليها مذاب طب اشهر مثال عندنا بالنسبة للمحليل الغازية هي الهواء الجو اللي احنا اتكلمنا عليه هيابه اخد بالك لو سمحت دي اول طريقة التصنيف المحلول يبقى انا بصنف المحلول وفقا للمذيب وفقا للمذيب في عندك محليل سائلة ومحليل صلبة ومحليل غازية طبعا أنا برضو ما بقولكش كل الأمثال اللي موجودة عندك لو سمحت بص في الكتاب هتلاقي كاتب لك مجموعة أمثلة مجموعة الأمثلة دي على حسب الحالة الطبعية للمذيب هيصنف عندنا المحلول طب إيه المطلوب مني؟ المطلوب مني لما كتب لك أي مثال في دول ودي لك نسب تقدر حركة تصنف مين المذيب ومين المذيب طب دي أول طريق التصنيف اللي هي وفقا للحالة الطبعية طب هل في تصنيفة تانية؟ قلت آه ممكن نصنف تانية كمان عندنا ولاد على وفقا لحجم أو بنقول عليه القطر بتاع المادة المذيبة يعني إيه قطر المادة المذيبة هل قطر المادة المذيبة كبير ولا قطر المادة المذيبة صغير ولا قطر المادة المذيبة متوسط أنا معرفش يعني إيه كبير وصغير ومتوسط ما نعرف يا مستر أرقام أولا حركة أرقام إيه الأرقام؟ لو أنا بديتك عندنا ولاد القطر بتاعنا يتروح من 0.01 لغاية 1 نانو ميتر طبعا احنا عارفين ان النانو دي حاجة صغيرة جدا النانو دي هي 10 power negative 9 من الميتر يعني انا اتكلم هنا على حاجة شديدة الصغر لو كان المذاب المادة المذابة فكرني بقى كده ايه المادة المذابة دي يا ولاد اقول لي يا مستر المادة المذابة دي هي الموجودة بنسبة اقل لو كان عندنا ولاد حجم المادة المذابة او بنقول عليها الديامتر او القطر بتاع المادة المذابة صغير لا يتعدى 1 نانو ميتر ايه اللي هيحصل اقول لك في الحالات دي هيطلع عندنا ولاد حاجة اسمها مخلوق متجانس يعني مخلوق متجانس نجرب كده يا ولاد لو انا خدت ناسل والحجم بتاع المذاب بتاعنا اللي هو النيسل لا يتعدى 1 نانو ميتر وحطيت معاه مية ايه اللي هيطلع تقول لي حركة مستر هيطلع عندنا محلول لكل ريد الصوديوم طيب هل بعنين حضرتك المجردة بعد ما يدوب كل ريد الصوديوم في المية هل تقدر تميز فين كل ريد الصوديوم وفين المية تقول لي لا يا مستر ده ده طلع خليط متجانس يعني خليط متجانس يعني عناية مش قادرة تميز مين المذاب ومين المزيب فده بالمناسبة بيطلق عليه محلول لو قلت كلمة محلول ويسكت او بنسميه محلول حقيقي مش كتير بقولك الجملة بتاعت الحقيقي دي يعني لو انا قلت فقط محلول فنقصد عندنا خليط متجانس من المذاب والمزيب طب ام تطلع الخليط المتجانس ده تقول نستر ببساطة شديدة جدا اذا كان عندنا حجم او قطر المادة المذابة لا يتخطى واحد نانوميتر طب ايه مميزاته تقول نستر عناية المجردة مش قادرة تميز ما بين المذاب والمزيب ايه تاني هل في فلاتر تقدر تفصل المادة المذابة عن المادة المذابة تقول لي لا طيب لو انا مررت الضوء في المحلول ده هل هيحصله وتشتت بدرجة كبيرة تقول يعني ايه تشتت اقول لك معروف ان خطوط الضوء بتمشي غالبا في خطوط مستقيمة لابعد مسافة ممكن طب يا مستر حدودك لما يمر عندنا الضوء جوه المحلول شخصيا الجزئات بتاعت الضوء او الاشاعة بتاعت الضوء مش هيحصلها تشتت بدرجة عالية يعني هتفضل غالبا ماشي في خطوط مستقيمة طب تمام ده دي مميزات المحلول الحقيقي اللي هو الخليط المتجانس الخليط المتجانس ما بيحصلش تشتت للضوء بدرجة كبيرة الخليط المتجانس عناية مش قادرة تميز ما بين المزاب والمزيب الخليط المتجانس ما قدرش افصل المكونات عن بعض ما قدرش افصل المزاب عن المزيب بالفلاتر العادية طيب لو انا كبرت الحجم او القطر بتاع المادة المزابة خليته مثلا عندنا ولاد اكتر اكتر من الف نانو الله يعني يا مستر حراكة خليته اعلى من الف نانو ايه اللي هيحصل تقولي حراكة مستر بقى ده اللي هيحصل عندنا يا مستر هيطلع عندنا خليط او محلول طبعا المحلول يعني كلمة خليط ولكن علشان المادة المزابة الديامتر بتاعها او الحجم بتاعها كبير فبتفضل معلقة فده بنسميه محلول معلق يعني ايه معلق تقول لي معلق يعني المادة المزابة عناية قدر اتميزها انا شايفها طب ايه الفرق ولك ده خليط متجانس طب وده خليط غير متجانس ايه اللي خلاها متجانس اللي خلاها متجانس ان عناية مش قدر اتميز ما بين المزاب والمزيب بصورة مباشرة اللي خلاه غير متجانس تقولي لا يا مستر الفرق واضح واضح جدا انا بعناي قادر اشوف جزيئات المادة المزابة طب جرب بقى كده اولاد لو انا نزلت عليها الضوء ايه اللي هيحصل تونستر والله اللايت لما بينزل او الضوء لما بينزل على الخليط الغير متجانس هيحصل له ايه هيحصل له تشتت طب ليه هي تشتت هيتصادم مع جزيئات المادة المزابة اللي هي الحجم بتاعها كبير فبالتالي عندنا هيحصل تشتت للضوء طب هل اقدر افصل المكونات تقولي اه طبعا يا مستر تقدر تفصل المكونات باستخدام فلتر الفلتر هيقدر يفصل المزاب عن المزيب كمان مرة يبقى انا عندي محلول حقيقي او خليط متجانس وعندي مخلوط غير متجانس اللي هو بنسميه محلول معلق مين المتحكم تقول المتحكم هنا عندنا ولاد القيمة اللي انا هدهالك بالنسبة للمادة المزابة والله انا هدهالك او انت هتبقى عارف القيم دي لو انا اددتك مثلا قلت لك انا عندي مادتين X و Y المادتين دول بندوبهم في الماء بطلع منهم او بطلع بيهم محليل نتيجة الدوبان او الزوبانية في الماء لو انا اددتك عندنا ولاد قطر المادتين دول قلت لك مثلا قطر المادة دي هي واحد نانوميتر وقطر المادة دي هي 2000 نانوميتر نانو میتر أنا هدي لك القيم دي ما تقلقش طيب وطلبت من حركة تقول لي إيه؟ لو أنا عملت محلول للإكس في المية ومحلول للواي في المية ومررت الضوء مين فيهم هيعمل تشتت للضوء؟ قلت لي خلاص يا مستر ما أنا عارف بقى أن دوما محلول معلق يبقى هيحصل هنا تشتت للضوء بدرجة كبيرة هنا التشتت ممكن ما يحصلش أو هيحصل إسيدي بدرجة قليلة لأن أنا عندي هنا المادة المزابة الحجم بتاعها واضح كبير مجرد أن هو تخطى واحد أو ألف نانو میتر يمعنى كده هتطلع عندنا خليط غير متجانس طيب افرض بقى عندنا أولاد أن كان عندنا حجم المادة أو قطر المادة المزابة يتراوح من واحد لألف يعني ما عداش قيمة الألف طب يعني مثلا يطلع أي قيمة أقل من الألف وأعلى من الواحد ده بنسميه حالة وسط ما بين المحلول الحقيقي والمحلول المعلق أه بس برضو خد بالك هو هنا برضو عندنا أولاد هو أقرب للمحلول المعلق ليه؟ طيب نستحرات ما هو حجم المادة المزابة أو قطر المادة المزابة كبير فهنا هو قريب جدا من الغير متجانس فبرضو بقول عليه محلول غير متجانس بس أنا هنا برضو يا أولاد ما أقدرش أفصل المادة المزابة عن المادة المزيبة طبعا عندك أمثلة كتير جدا مثلا زي الجل بتاع الشعر مثلا ده بنسميه محلول غروي ليه محلول غروي؟ طيب نستر حردك لأنه هنا برضو خليط غير متجانس وتديني الأرقام دي طيب لو أنا بقى كملت الحراك وقلت لك أنا عندي مادة زد وديتك عندنا القطر بتاعها خمسمائة نانوميتر إيه نوع المحلول اللي هيطلع؟ واللي مستر حراك طالما المحلول عندنا اتكون من مادة مزابة لها القطر ده أقل أكبر من واحد وأقل من ألف نانوميتر يبقى يعمل لك حاجة اسمها محلول غروي طب المحلول الغروي والمحلول المعلق دي ما بنقولش عليها خليط متجانس ولكن خليط غير متجانس غير متجانس لأن أنا قادر أميز ما بين المزاب والمزيب وإن كان هنا ما بأقدرش أو ما بيأقدرش الفلتر يفصل المزابة عن المزيب لو أنت مستر حضرتك لما نيجي نصنف المحلول خد بالك أنا هصنف المحلول وفقا لأني أساس هل بصنف المحلول وفقا للحالة الفيزيائية للمزيب ولا بصنف المحلول وفقا لقطر المادة المزابة ولا التصنيف التالة للمحلول عندنا بلاد على أساس التوصيلية بتاعته يعني إيه؟ يعني أنا عندي بص ليه كده بلاد في عندي محليل بنقول عليها محليل إلكتروليتية دي جملة مهمة جدا 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 لأن المفهوم اللي أنا هقوله دولتي عندنا مكمل مع حركة لأبعد مدى طب يعني محلول إلكتروليتي قال لك كلمة محلول إلكتروليتي يعني يوصل الطيار طب لا إلكتروليتي يعني لا يوصل الطيار يبقى فيه محليل توصل الطيار وفي محليل ما توصلهش طيب المحليل اللي بتوصل الطيار اللي اخد بالك هي عندها ايونات حرة الحركة يعني لازم يكون عندها ايونات مجابة وايونات سالبة حرة طيب اللي ما بتوصلش تقول لها حركة مستر لا يوجد ايونات حرة تاني يبقى المحليل في محليل الكتروليتية عندها ايونات حرة الحركة ودي بتوصل الطيار الكهرابي عشان حركة الايونات وفي محليل لا إلكتروليتية دي ما بتوصلش الطهار الكهرابي عشان ما عندهاش أيونات حرة الحركة طب يبقى أي محلول هيوصل الطهار الكهرابي هنقول عليه محلول إلكتروليتي وأي محلول مش هيوصل الطهار الكهرابي هنقول عليه محلول لا إلكتروليتي آه يعني وصل الطهار الكهرابي هنقول عليه إلكتروليتي عنده أيونات حرة الحركة ما وصلش يبقى لا إلكتروليتي بما عندهش أيونات حرة الحركة طب المحليل الإلكتروليتية نوعين في نوع إلكتروليت قوي وفي إلكتروليت ضعيف خد بالك سواء قوي أو ضعيف هو موصل للطيار بس الموصل للطيار على حسب بقى درجة التوصلية بتاعته نبص كده مع بعض يا أولاد لو أنا مثلا عملت لك دائرة كهربية كده زي ما بتعملها في الفيزياء وحطط لحراك هنا كده المحلول أي أن كان المحلول بتاعنا إيه أنا الوقتي بختبر التوصلية بتاعته هكمل كده الدائرة الكهربية بتاعتنا ووصل هنا أدي باتري وهنا عندنا لمبة مثلا وهنا مفتاح ونقفل الدايرة الكهربية بتاعتنا دي لو اللمبة نورت يبقى ده محلول إلكتروليتي لو ما نورتش يبقى محلول لا إلكتروليتي طبعا أنا هختار محليل إلكتروليتية وحجرب حجرب مثلا عندنا أولاد في مرة هحط HCL محلول هدوبه في المية يعني أول ما بدوب HCL في المية خد بالك من الجملة دي لو سمحت بيديني أيونات اسمها أيونات الهايدرونيوم معلش يا مستر إيه أيونات الهايدرونيوم دي قولك مفروض الـ HCL ده بيتحول لـ HCL موجب وسيل لسالب هتتعلم في تالتة سنة وإن شاء الله إن فيها عندنا حاجة اسمها رابطة تناسقية بتتم مبين البروتون والمية أو الأكسجن اللي موجود في المية طب في كل الأحوال أنا أفضل تكتب هيدرونيوم لو حضرهاك حابب تكتب بروتون اللي هي الـ H بوسطف دي ما فيش أزمة بس أنا أفضل تكتب هيدرونيوم طيب يعني الأحماض دايما لما بتدوف المية بتطلع حاجة اسمها هيدرونيوم اللي هي البروتون البروتون المزافة مية طب تمام إيه اللي بيحصل لو أنا حطيت لحضرهاك هنا HCL عندنا أولاد هيتطلع لك أيونات الأيونات دي أيونات كتيرة جدا هتخلي التوصلية بتاعت الـ HCL أو محلول الـ HCL توصلية بتاعته عالية قوي هعرف منين يا مستر أقول لك والله إضاءة اللامب هنا أو إضاءة المسباح هنا هتبقى قوية جدا طب ممكن ناخد مثال كمان عشان نعرف بس الفرق لو أنا حطيت لحارك كده عندنا أولاد حمض الأسيتك CH3 COH ده حمض عضوي طيب هعمله زوبانية في المية خد بالك كل الأحماض كل الأحماض لما تدف في المية بتطلع حاجة اسمها هيدرونيوم اللي هو الـ H3O موجب طب هو الهيدرونيوم ده هو البروتون بعد مرتبط بالمية طيب يا مستر حضرتك وبيطلع معنا حاجة اسمها أسيتيت CH3 COO سالب بس لو أنا حاطت هنا حمض الأسيتك نفس التركيز اللي كنت واخد به HCL هلاقي إضاءة المسباح ده أضعف شوي ليه حمض الأسيتك ده إلكتروليت ولكن إلكتروليت ضعيف يعني إلكتروليت ضعيف بيحصل له تأين ثم ارتباط يعني إيه يعني HCL ده صاحب قرار يعني صاحب قرار صاحب قرار يعني مجرد ما تحط في المية تحول إلى أيونات فبنقول عليه تام التأين أقصد بكده صاحب قرار إنه هو خد قرار التأين زي محرك مثلا تاخد قرار اللي أنت هتبدأ مذاكرة إن شاء الله بإذن الله إذا أنت شخصيتك قوية أو صاحب قرار مجرد ما تاخد القرار هتبدأ مجرد ما تاخد القرار هتبدأ طب لو أنت أقل قدرة في اتخاذ القرارات زي الضعيف ده لو حمض الأساتيك ده هتاخد قرار التأين وبعدين تاخد قرار الارتباط فتفضل عندنا ما بين التأين والارتباط فبنقول عليك أو بنقول على المحلول ده طبعا غير تام التأين غير تام التأين يعني بيطلع لك عدد أيونات أقل إذن المحليل عندنا لا تبصلي بقى كده لو شمحت أنا في عندي محليل إلكتروليتات ولا إلكتروليتات خلينا نتكلم على الإلكتروليت الإلكتروليد في عندك قوي وفي عندك ضعيف القوي هو تام التأيون يعني مجرد ما يتحط عندنا في المزيب بتاعه اللي هو المياه مثلا عندي هنا تتحول عندنا إلى أيونات فقط تحول إلى أيونات فبنقول تام التأيون فإضاءة الإضاءة هتبقى كبيرة جدا طب أعتقد في حد معنا عنده سؤال مين معنا هاجر مينيكيب إزاي كان يسا هاجر بس وقت التلفزيون خلص يا هاجر كده واسمعيني كده من التلفون لو سمحت تفضل يا حبيت السلام عليكم عليكم السلام عليكم كما عندي سؤال بيقول ما كتلت 3.1% في 10.23 زرة من السودين 10.23 زرة من السودين إيه كما عن حبيت ثلاثة وواحد من مية في عشر قصتات وعشرين تمام مزبوط إيه كمان والسؤال التاني بيقول احسب كتلة أيونات الكولوريد في خليط يحتوي على واحد مول واحد مول من المركب اكس سي اتش اكس اه اكس اكس اه سي اه مديلك معلومات تانية يا هاجر اه واحد مول واحد مول من المركب وي سي الل تو وي سي الل تو عايزة كتلة السؤال التانية عايزة كتلة واحد مول وعايزة كتلة أيونات الكولوريد الموجودة في واحد مول من ده واحد مول من ده مش كده اه ومديني السي الل ده خمسة وثلاثين ونص تمام حاجة تانية يا حبيبتي لا طيب تمام شكرا العفو حبيبتحت اعمل طيب ممكن كده نجواب سؤال لانيسة هاجر عالسريع بص أولاد دلوقتي هي بتقول لي احسب لي كتلة تلاتة واحد من مية اه فعشو اس تلاتة وعشرين زرة من الصوديوم طيب مش انت عندك قانون او خط قانون عندنا هاجر لو حركت متابعنا كويس اللي هو عدد الزرات بيساوي عدد المولات في عدد افو جادرو طيب هو ايه قانون عدد الزرات ده انا مديلك هنا عندنا او انت مالتيني قيمة عدد الزرات اللي هي تلاتة واحد من مية فعشة وسثلاثة وعشرين ده عدد الزرات طيب عدد الزرات هو عبارة عن ايه هو عدد المولات في السابت اللي هو رقم افو جادرو 6.02 في 10 power 23 اقدر احسب مين اقدر احسب ان طيب هحسب عندنا ان اللي هو عدد المولات عدد المولات هيطلع 3.01 في 10 23 وهنا 6.01 02 في 10 power 23 اطلع عدد المولات طيب بعد ما احسب عدد المولات الانسة كانت طلبة مني الكتلة طيب مش انا عارف ان عدد المولات هو عبارة عن الكتلة اللي انا عايزها على كتلة المول طيب عدد المولات موجود عندي هعوض بعدد المولات عندي ده يا هاجر الكتلة انا عايزها كتلة المول من الصوديوم اللي هي 23 اقدر احسب عندنا الكتلة بتاعتي كمان مرة يبقى انا رقم واحد كتبت العلاقة الاساسية بتاعتي يا بنت اللي هي عدد الزرات اللي هو من الدهوني بيسوي عدد المولات في عدد ثابت اللي هو افو جادرو وبعدين وبعدين حسبنا عدد المولات وبعد ما حسبت عدد المولات قلت عدد المولات اللي انا حسبته ده هو الكتلة على كتلة المول طب حسبنا الكتلة على كتلة المول أو عندي كتلة المول من الصوديوم اللي انت مديهوني ب23 عندي عدد المولات وعندي كتلة المول لا قدر أجيب كتلة الزرة أو كتلة عدد الزرات اللي أنا مديها لحضرتك ده السؤال الأولين طب السؤال الثاني السؤال الثاني اللي أنيسة كتبتسأل على كتلة أيونات الكولور الناتجة من واحد مول من XCL2 YCL2 طب احنا اتفقنا عندنا أولاد لما بسمع كلمة أيونات لو فاكر كنت بقولي أنيسة هاجر لازم أفك المركب طب بصي كده حضرك انت مدياني مثلا XCL2 طب هعمل تفكك للمركب ده هيتفكك عندنا يا بنت هيبقى X بوصدف 2 مع 2CL معلش يا مستر هو حراك عرفت منين اندوم بوصدف 2 بمشاعدة ربنا و شعر تعالى ثم انا عارف ان السئلة عندنا بنجدف 1 طب معنى ان السئلة عندنا بنجدف 1 يبلتو دي عندنا هي قيمة عدد التأكسد بتاعة الـ X طب انا فكيت المركب بتاعنا دلوقتي و انا عايز ايه الانساء بتقولي انا عايزة كتلة ايون كتلة ايون الكلور الموجود في واحد مول من المركب ده طب انا هعمل ايه اولاد انا ممكن عندنا الاول كده اقول الله حضرتك انا هشتعل على ده بالمول وهشتعل على ده بالايون هجيب عدد الايونات ده ده كم مول ده واحد مول يبدأ كم ايون تقول لي مستر ده اتنين في الرقم السابت اللي هو عدد افو جادرو طيب حسبنا عدد المولات عدد سوري الايونات طب هو حرك مش عدد الايونات طبعا انا عندي هنا واحد مول بفيه اتنين في الرقم ده طب هو عايزة او عايزة تعرف الكتلة بتاعة ده شخصيا اقول الله ببساطة شديدة جدا عدد الايونات اللي هي اتنين في سيكس بوينت زيرو تو في تين باور توينت ثري هي عبارة عن عدد المولات في عدد افو جادرو عدد افو جادرو اللي هو سيكس بوينت زيرو تو في تين باور توينت ثري طب جبنا عدد المولات بعد ما اجيب عدد المولات هقولك عدد المولات هي الكتلة اللي انا عايزها على كتلة المول من الكلور اللي هي ثيرتي فايف بوينت فايف كده انا عندي عدد المولات هحسيبه. وعندي كتلة المول من الكلور. اقدر اجيب عندنا كتلة الايونات اللي انا اجبتها. والسؤال اللي بعديه زي هو هاجر مش هتطلع قيمته مختلفة حتى لو اتغير اكس عن الواي. طيب. اه معنا اتصال تاني انيسة اسمان اسيوت. ازيك انيسة اسماء. اسألي اسماء. اه. غاس كلوريد الهايدروجين في الماء. غاس كلوريد الهايدروجين في المية. اه. 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 فان ايون الهايدروجين. اه. اه. ينفصل في صورة المخردة. اه. ولا ينفصل في صورة الغاز. اه. او ينفصل اللي يتحت الجزاء الماء. او لا ينفصل المتقم. ماشي. ايه كمان حبيبيسي? بس كده? اه. طيب. شكرا. اه. تحت عملك اسماء. اه انيسة اسماء بتسأل اعتقد سؤال احنا جاوبنا عليه دلوقتي. او كنا تكلمنا عليه دلوقتي. وانا بتكلم على اي حمض يا ولاد. اي حمض. هنا اه انيسة بتكلمني على حمض الهايدروجين. هي طبعا بتقول لي سؤال دقيق جدا بتقول لي يا مستر لو انا عندي غاس كلوريد الهايدروجين. مثلا بصلي كده انتي. ادي غاس كلوريد الهايدروجين. اول ما بعمل له عملية زاوة بانية في الماء. عشان اطلع عندنا حمض الهايدروجين. ايه اللي هيحصل? مبدئيا السيل سالب ده بيطلع يا اسماء. تمام? ايه اللي بيتكون? تونستر حركة انت قلتلنا? مفروض ايتش سيل هو عبارة عن ايتش موجب اللي هو البروتون. وسيل سالب اللي هو ايون الكولوريد. مفروض البروتون ده بيرتبط مع المية. طب الارتباط مع المية هيكون لنا حاجة اسمها هيدرونيوم. ايتش سري او موجب. اه يبقى مجرد ما يحصل زاوبانية. لاي حمض. بالمناسبة اسماء. مش ايتش سيل بس. اي حمض. سواء كان الحمض ده حمض عضوي او حمض غير عضوي. مجرد ما يحصل له زاوبانية في المية بيطلع لنا حاجة اسمها ايونات الهايدرونيوم. طب انا درطي لك مسال. ممكن ناخد مسال كمان. لو انا مثلا عندي حمض اسمه حمض الفورمك. ايه حمض الفورمك ده يا ولاد? طولي ده حمض عضوي. طب انا بعرف اميز منين? قال لك الحمض العضوي بيكون في مجموعة اسمها مجموعة كاربوكسايل. والحمض عندنا الغير عضوي بيبدأ عندنا با الاتش. طب انا هياخد عندنا الحمض العضوي ده. هعمله زاوبانية في المية. ايه اللي هيحصل? طولي مادئيا البروتون ده هيرتبط عندنا مع المية. اذا جميع الاحماض جميع الاحماض سواء كانت غير عضوية او عضوية لما بتدوف في المية لازم تطلع لنا ايون الهايدرونيوم. التفسير بتاعها هتعرفوا ان شاء الله في نهاية الباب التالت وهتتكلم على تفاصيله ان شاء الله في تانية سنوية عن طريق حاجة اسمها رابطة التماسوقي. طب ايه اللي هيفضل? طولي حركة مستر هيفضل عندنا حاجة اسمها فورمات. اتش سي او او سالب. طب ايه الفرق ما بين الاتش سيل وحمض الفورمك. اه دي كانت اخر نقطة بنتنقش عليها قبل الاسئلة. دولي حركة مستر دكونا بنسميه تام التأيون. صاحب قرار كل جزياته تتحول الى ايونات. طب هنا عندنا ولاد غير تام التأيون. اذا التوصلية بتاعت الاتش سيل في المية اعلى من التوصلية بتاعت حمض الفورمك او حمض الاساتيك او الاحماض العضوية عندنا في المية لان دي احماض تام التأيون زي الاتش سيل مثلا ودي عندنا احماض غير تام التأيون او ده بنسميه الكتروليد قوي. وده عندنا الكتروليد ايه يا شباب? الكتروليد ضعيف. طب دي تصنيفات المحليل وفقا للقواعد اللي انا قلتها. طب يا مستر دلات يا حركة احنا بقى عايزين نكون محلول. طب نكون محلول ازاي? قلت لي مستر لازم يكون عندك مزيب ومزيب. طب هل اي مزيب في اي مزيب يعمله محلول? اقولك لا طبعا. انا هنا بنائش بالمناسبة المحليل الحقيقية للخليط المتجانس اللي يعني مش هتقدر تميز ما بين المزيب والمزيب. اه طب يا مستر حركة في السريع كده عشان اكون محلول متجانس او محلول حقيقي لازم يكون عندي يا ولاد مزيب ومزيب زي بعض. يعني مزيب ومزيب زي بعض. انواع المزيبات في مزيبات قطبية ولا قطبية. وكذلك انواع المزيب في قطبي ولا قطبي وده بإذن الله ان شاء الله هننقش مع بعض اذا كان فيه نصيب المرة الجاي. لو سمحت. احنا النهاردة استعرضنا مع بعض الفرق ما بين المحلول والتفاعل. واكلمنا على تصنيفات المحليل. صنفنا المحلول عندنا ولاد وفقا للحالة الطبيعة بتاعة المزيب. وصنفنا برضو المحلول وفقا لقطر المزيب. وصنفنا المحلول وفقا للتصنيفية او للتوصلية بتاعته. وخدنا مجموعة اسئلة اعتقد هي اسئلة قيمة من الناس اللي بتتبعنا ان شاء الله كل مرة. قدر الامكان حاول تضرب عقلك. قدر الامكان حاول يبقى قرارك بعد ما تفكر عشان ان شاء الله يكون قرار بدرجة كبيرة صائبة. المرات اللي جاءة ان شاء الله هنحاول نتضرب على الجزء ده والاجزاء اللي فاتت. كل الرجاء ان ده يكون مفيد ليك بعد ربنا سواء تعالى. السلام عليكم.